أسعد الله أقاتكم مشاهدين بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من قناة صلاح الدين دعنا نائب الدكتور أحمد عبدالله عبد أبو مازن لاستذكار بطولات وتضحيات العراقيين في ملحمة الوطن ضد داعش الإرهابي مؤكدا أن الشجعان الغيارة في مختلف صنوف القوات المسلحة والحج الشعبي والبشبرقة وقفوا صفا واحدا لحماية سيادة العراق وكرامة شعبه وهو وسام الشرف يزين صدور جميع المؤمنين بقيم الإنسانية الحقيقية وقال أبو مازن أن أهلنا في صلاح الدين تسابقوا لاقتلاع جذور الإرهابيين الغرباء عن تقاليدهم ومتانة نسيجهم الاجتماعي مؤكدا أن الصفحة الثانية المهمة في اقتلاع جذور الإرهابيين تمثلت بخيار المصالحة المجتمعية الذي حقق نجاحات هي الأخرى استثنائية في مضامينها الوطنية مشددا على أن الدم الطهر الذي اختلط بثراب الوطن رسم خارطة وطنية جديدة لتنطلق رحلة المستقبل على قاعدة من الوئام الوطني الذي نفتخر به في المحافظة